اشتركوا في القناة معنا العمارة دي البلاتو العمارة دي الليميسيون والحلاوة ديالها فريق البرنامج معنا الفنانة ليلى ليلة البرق مساء النور أسامة والحلاوة دي الليميسيون رهوى أسامة والمشاهدين بطبيعة الحال اللي كان حبوكم وتنعشقوكم وكنتمنوا أنكم تكونوا كتستمتعوا معنا في هذه اللحظات معنا عنصر خطير معنا المهدي الشوائي تحضر في البلاتو مرحبا بك أسامة وشكرا مرة أخرى وتحية مرة أخرى للمشاهدين الكرام داخل وخارج أرض الوطن من دبا شوية أدن أعلنوا على الفقرات والمواضيع اللي وجدنا لكم معنا فقرة مغربة على بال الفقرة دي الميك خط خطوة وبسؤال فريد من نوعهم معنا ضيف متميز اليوم عنده بزاف دي التخصصات ومتعدد المواهب خليكم معنا باش تكتشفوا الاسم دي الفنان اللي يكون حاضر معنا بالإضافة إلى فقرة نساء ونساء أدن هدرو على واحد الديسبلين اللي هي جناوة وما أدركها ما جناوة شي كامل اللي قبل ما نوصلوا له عنا بعض الفقرات المهيدية واللي هي خبيرات هذه نبدأ وشو كلي بغي يبدأ يلا أنا أعطيكم الخشيار اليوم نبدأ بسلمهدي المهدي تبدأ خبير ديلك السلمهدي مرحبا مصر تستعد لدخول موسوعة جنيس بأطول فانوس رمضاني فانوس فانوس كبير كيف نشوفه الآن على الشاشة يقع هدف نس في أحد أشهر أحيال إسكندرية بحي باكوس عفتوا طول ديالو شحال لا طول ديالو جدا طول منك طول منك طول منك طول منك أنا أقصر طول ديالو 50 متر أي ما يعادل 15 الطابق 15 الطابق 15 الطابق صاحب الفكرة هو أحمد لحاجو الهدف ديالو من هذه الفكرة هذه كاملة تصوروا معي الهدف ديالو هو إدخال الصرور والبهجة والفرحة إلى ساكينة الحي وإلى مصر ككل ديالو بنها هو يكون مهندس وبنها في كارتي من الكارتي ديال المصر في الإسكندرية والهدف ديالو كان مسيط هو أنه يزرع البسمة للسكان ديال الحي ورقم قياسي في جينيس والشي في جينيس يالله عادينا يستعدوا بش أنها تدخل للجينيس كما كان ندخلوا إحنا الفرحة المشاهدين فحتى أحمد حاجو حتى وقد دخل الفرحة المشاهدين كان واحد الفانوس في مدينة طانجة توا كبير بزاف وديكوغاتيف كان في واحد الإقامة في مدينة ديالطانجة يمكن ما كبيرش لدرجة 15 الطابق ولكن كبير بزاف وجميل في واحد الإقامة على الناس ديالطانجة اللي كيتفرجوا فينا عرفوه وتحييى الناس اللي ساكنين في طانجة وشامل ليلة شتو باتتقولي؟ أريد أن تضح المعلومة على الفوانيس لأن الفوانيس واحد ثقافة لها من المشرق وهي دايماً كتعبر على بداية رمضان والأعياد يمكنها تعلاج دخلات الصرور على قلوبهم الفانوس ديما كيبان في ذلك الواصلات الإشهارية في ذلك الجينجل كيبان لينتي في الابيوب كيبان لينتي في الويب بزاف وي افكتفم تعبر على تخيلو كيين واحد السجن بدون أسلحة وبدون حراس وهذا القضية كتحكيها واحد نازيلة اسمي ساتاتيان داليما اللي تحكم عليها تقريباً بتناشل سنة في برازيل وكانت واحد سجن عادي وبحكم أنه كان عنده صلوك جيد وعبرت على الندم ديالي على ذلك الجريمة اللي كانت ترتكبات مشاو صفتوها لهذا السجن اللي بدون أسلحة ولي على حسب ما كتقول أنها رجعت الأونوتا ديالا اللي كانت ضيعتها في السجن العادي بحيث أنها تقدر تلبس حويج حويجها الخاصة تقدر تعمل المساحق ديال تجميل وتصبغ شعارها إلى آخرين عايشة عادية عايشة عادية وكان حاجة أخرى بأنه واحد سجن في هذا السجن اللي يسميته أباما خطبها وعوالين أنه ما غير يخرجهم في السجن غير تزوجه وهذا شيء إلا كان تعبر على شي حاجة فإنه تعبر على أن السجن يجب أن يكونوا وسيلة لإعادة تأهيل ديالها دوكس وجناء ووسيلة باش يعرفوا بالخطأ ديالهم ماشي باش يرجعوا للجرائم ديالهم وهذا سيدة قالت واحد القادية اللي كانت تخلع لي أنه في السجن العادي كانت قلسة مع واحد سيدة اللي كانت قطعت الرأس ديال رجلها ودرته في الله أحفظ الله أحفظ الله أحفظ أو تصور ديالهم أو تصور ديال السجنات وأنهم يتأهلوا من جديد ويعملوا ويشبوا من هذا الشيء كامل مهما كان الغلط مهما كانت الجريمة أراه بنادم خطاء وممكن نوقع في الخطاء وإذا كان عندك كمبرتمان متالي في السجن ممكن يحاولوا كل سجن لايت ومواطن متالي لا يوجد حراس ولا يوجد أسلحة لا يوجد حراس لا أسلحة في نوع من الحرية وربما هذه القصة تولي في هوليوود ولا يفعلها فيلم لذلك من السجن إلى هوليوود لماذا لا؟ لأن هذا مثال إعادة تأهيل للسجناء وخصوص لا يوجد فقط في البرازيل وفي العالم كامل في السويد وفي السويد كان السجن محلول ممكن تخرج وتعود ترجع بغيسية السجن محلول ممكن تسجين ولكن تخرج وتسجر وتتخذ الأغراض وترجع التباج في السجن لا تخلصوا لا تأكلوا والناس الذين تقدموا وهذه هي الديمقراطية ومن الذي يعرف أنه يتعاكم لا الحبز الله يستر أنزو دفل الفقرة دي المهدي شوي ونكتشفو شنو المثلة الشعبية دي اليوم فقرة قالوا الولا قالوا الولا عاند لا تحسد كتنتشر في المجتمع دينا مجموعة من السلوكات المخالفة للديل الإسلامي دينا وكتأثر بشكل كبير على نفسيتنا وعلى المجتمع واللي هي الغيبة النميمة والحسد والله ينجينا وينجيكم منها قلوا أمين فهذه السلوكات كتكون نتيجة غالبا لانعدم ثقة بالنفس وعدم القدرة على الإنجاز وصراع كبير مع النفس وكره الذات وهذا النوع من الناس اللي كتحلوا بهذه الصفة دمي ما أي حاجة شافوها ما كتعجبهمش وكيعقبوا عليها على جدرت ديك الحاجة على جبغيت تدير ديك الحاجة عابغيت تدير ديك الحاجة حب ديك الحاجة ونساو باللي اللي ما وصلش للعنب عشنو تيقول تيقول حمض وكيبقوا حياتهم كاملة كينتاقضوا تيقارنوا تيلوموا وكينساو بأن نرى الهدف ديالهم والنجاح ديالهم بين يديهم وتقدر يدي بهم الحقد والحسد حتل الموت كيف موقعات في قصة طولت سيدنا آدم عليه السلاة والسلام من اللي كتعتبر أول جريمة سبب ديالها هي الحسد والحقد وكذلك في قصة سيدنا يوسف عليه السلاة والسلام من اللي يعود رؤية دياله على باهو قال لي ما تعودهاش لخوتك باش ما يحزدوكش ويحقدو عليك فيلك الإيمان قوي ما عمر ما كيكون الحسد ولا الحقد اللي شبه الله عز وجل بالشر في صورة الناس بقوله ومن شري حاسدين إذا حسد فعانب لا تحسد ودعي ليه بالخير واتسير وعوض ما تشت فيه الحضرة وتنمم فيه وتقول فيه السوع قرب منه سؤوله كيفاش نجح استافد من تجربته حتي لحستيه غتعطيه وإلى نممتي فيه غتخفف عليه أجي إلى غاضك حاله قرب منه ودير بحاله باش تلقى راحة البال وتكون مهني ويلحظ ذوك الناس توجه الله عز وجل إيه نصرك عرفتي علاش حتي لا نصرتي الله غدا ينصرك وتسلح بالإيمان وحصن نفسك بالأدعية من الحسد والغيرة وتعود من شرهم قرأ صورة الفاتحة وآية الكرسي وصورة الإخلاص والمعودتين ودائما ندير في بالك بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك أبدا إلا بما كتبه الله لك فاركز على الأهداف وعلى الحلم وقدر نفسك ودير في بالك ديما باللي راح أنت أعظم مخلوق على وجه الأرض فعاند لا تحسد برافو إليك أريد نسولك المادي وش أنت فيت وقعتي في هذه الوضعية وحسنتي برانسك مثلا محسود أو شيء غار منك أو لقلك شيء كلام اللي غالط في حقك وكيف تعمل شيء مع هذه المسألة الحياة اليومية تقدر تصادفك مع بزاف الأنماط و بزاف الأشكال كي يشجعك على المبادرات التي تقوم بها كي يقدم لك نصيحة ولكن هي مبطنة بالحقد وبالحسد وكي الناس اللي تقدر أنك تسامحهم لأن كل واحد فينا عنده القدرات دياله عنده الإمكانية دياله وكل واحد عنده الحلم اللي غير يقدر يوصل لك فبالأخير أنت كترسم الهدف ديالك ووضعه الأمام ديالك وكتخلي كل واحد بينه وبين موله والله نجينا من الحساد هات شي اللي كاي هات شي اللي كاي تشوفه في أصل الأطباق ليرزة القادة إلى جانب الأطباق التقليدية الخاصة بهذا الشهر تحرس النساء المغربيات على تحضير رزة القادة أو الرزيزة خلال الإفطار يمكن وصفها بالحلوة الفطيرة فهي تجمع بين الاثنين وتشبه قليلا لمسم من حيث الشكل العام هي في الأصل اختصاص بدوي ريفي وتكون منقوعة بالعسل سميت برزة القادة لأنها تشبه الرزة أو العمامة من خلال خيوط التبدو وكأنها منسوجة وهي مصنوعة من الدقيق الرطب لتتحول إلى خيوط رفيعة منسوجة بالزبدة تشكل بشكل دائري على صورة الرزة صفراء التقليدية المعروفة في بعض المناطق المغربية والجزائرية التي سميت عليها من بعد رزة القادة هذه ندزل لإسبانيا والفقرة ديديكاس تحية الجالية المغربية في جميع أقطاب العالم دبا جتلوقيتها ديال 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 وقبل الضيف كان شوي الإشار دونك فاصلوا من بعد نواصل خليكم معنا مرحبا بكم من جديد في هذا الجزء التاني من طولك شو رمضاني واليومي معكم قبل الفترة نحن ناشطين وموجدين لكم الجديد دائما كي جمعنا هذا الطولك شو وهذا الموعد بين ترفيه ثقافة والاستفادة جاء الوقت ديال الفنان ديالنا الضيف ديالنا هو الفنان المحاضر الدكتور ناسم حداد مرحبا بك رمضان مبارك رأي لنا وعليكم على جميع المشاهدين أنا سعيد اليوم تواجدي معكم في برنامج معكم قبل الفترة نتمنى ونكون أقفا في إن شاء الله المشاهدين ونقدمه معهم إن شاء الله أنا نحاول نقدم شكونا ونسي محدد لبزاب ديالناس ما كيعرفوش مع الأسف ما كيعرفوش لأنه باحث في تورات هو كذلك موسيقي هو فنان وباحث في العيطة في فنون العيطة وكذلك دكتور ومهندس في الفيزياء النووية مرحبا أريد أن نفهمه أكثر بفن العيطة أولا يشون العلاقة اللي كينا بين العيطة والفرس هي كينا علاقة وطيضة لأن الموسيقى أونجينيغال هي كتنشئ من البيئة هي مرتبطة بشكل كبير مع البيئة بما أن العيطة كان ممارسة فنية منتشرة في واحد المناطق اللي كان فيهم الفرس مهم نكون عرفو في ثقافة العربية والثقافة المغربية الفرس مهم لذلك فكالقو بأن العيطة سواء في التركيبة النصية أو في النصق الإقاعي يعني تفل الإقاع دي العيطة كالقو بأن هو مخود من المشي دي الفرس من الإقاع دي الصوت اللي كيدير الفرس وهذه المسألة هذه متشرة في المغرب مثلا لمشينا للسحرام لكي نشوف الإقاع دي القدرة فكالقو مشابه للإقاع دي الجمل لأن البيئة فإنشاء هذا الإنسان يبيئة لكيكون الإقاع ديها ضعيف وبالمقابل بالنسبة للعيطة فهي مرتبطة بالفرس والإقاعات اللي كيتعزف في العيطة فهم مخودين من المشي دي الفرس ومن من ذلك الصوت اللي كي والإقاع دي الله اللي كيعيش فيه الممارس دي العيطة والكلمة دي العيطة أو عياط واش جات من أنا القبيل مثلا شحال دي كيتجمعوا قبل العاصر باش يديروا حفلة تمك دونك كيعيطوا على الناس باش يتجمعوا شنو الأصل دي الكلمة دي العيطة هي العيطة لغويا يعني من في العيطة يعني هي كتعني الصرخة أو الصاحة وفي اللسان داريج عيطة يعني أو العيطة فهي كتعني الصرخة يعني أو الصياح من أجل لفت الانتباه للمسألة معينة أما يعني يعني العيطة من رجع تاريخيا للعيطة فكالقاوها هي واحد الممارسة في النيل اللي فيها تدخلات كثير دي التقاف دي التقافات مختلفة يعني كالقاو التقافة الأمازيغية كالقاو القبائل العربية اللي جات السوطنة المغرب كالقاو كذلك القبائل الأندلوسية اللمسة اليهودية اللي كينا يعني في التقافة المغربية يعني هذون جموعة من التقافات لأعطونا العيطة ربما العيطة بالمفهوم بأنهم كانوا كيتجمعوا قبل الأسر يعني هذيك في واحد الوقت يعني قريب يعني أن الناس كانوا كيتجمعوا وكيستعملوا مثلا يعني العيطة من أجل يعني كليسان حال مغاربة ولكن أنا كنظن بأن العيطة سميت العيطة لأنها في النص في النصوص ديالها وفي الهدف على شجات العيطة فهي باش أنها كتصرخة ونداء ديال المغاربة اللي كي عبرو بهم على المشاعر ديالهم الأفراح الأحزان يعني ديالعيطة بصفة عبارة شنو الفرق بين مثلا العيطة ديال خريبقة العيطة ديال دكالة العيطة ديال سيدة حاسن هي العيطة يعني 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 الجموعة الأنماط المختلفة المتوزعة حسب واحد الجغرافية الطقافية في المغرب فكان قول العيطة الجبالية العيطة الغربوية العيطة الهبدية المرساوية السطاتية الفيلالية الخريبقية الزعرية يعني Argentin ومجموعة الشضمية يعني مجموعة الأنماط الغنائية هذا كل نماط ديال العيطة هو مرتبط بواحد المجتمع تقافي معين. ليس مجتمع قابلي ولكن مجتمع تقافي معين. يتميز بنصص بإقاعات تعبيرات جسدية وكذلك بالنصص لأن كلها أيضا فهي تحكي القصة للجماعة. فمثلا كالقاو العيود للعبداء يحكي التاريخ للعبداء والقائد عيسى بن عمار. كالقاو القصائد للخريب يحكي على المرحلة الاستعمارية. كل مثلا القصائد للرحام تحكي على واقعات سيدي بوعتمان وديل بن قرير. فكل عيطة عندها خصائص ديالها. وهي مرتبطة بوحد المشامع تقافي معين. أنا تبارك الله عليك بعدها. مرحبا بك سيناسيم. وهذا شرف كبير لأنك تكون حاضر معنا. شكرا. شكرا. أريد أن أقول لك المشاهدين في الورفش. أسامة قدمك لك أستاذ في الفيزياء. ومعنى باحث في العيطة. وانا كيف ما شفتك في الفيديو كتغني وكتأدي. وابغيتها نعرف واش العائلة ديالك. ما لقاتش واحد غفو. واش رفضت هاد القضية. لفت أنك أستاذ وحصل على دكتورة في علم اللي عنده وحد تيقل كبير. ما لقاتلك زعمة لا مديرش هاد شي. هذي أول سؤال. والسؤال الثاني. شو النظر ديالك شنين نوعية ديال التوتيق اللي كتدير باش حافظ على هذا الباتخيم وان. وبحكم أنه ما كناش واحد جامعة الفنون اللي كتحتضن هاد البوحوت العلمية. اللي كتعتبر بأن الموسيقى رعي قائم بذاتي. وما محتاش أن نشوفوه متبعتر في كليات الأداب ديال المغرب. بنسبة للسؤال. الأول صراحة كانت فخورة بعد المسألة لأننا البيت فيش انشأت. هو واحد البيت اللي كي بغيت توراة الشعبية المغربي. من إينا من طاقة؟ أنا من أبي الجاد. من الجاد. دونك كنا كنا نسمع العيطة في الدار. أولى. وصراحة المصار الدراسي والاهتمام بالفن يخلق واحد توازن. أنا كنظن يخلق واحد توازن في الحياة ديال الإنسان. يعني لذلك في الأهل ديال كانوا بالعكس مشجعين على هذه المسألة. طنكو ما يشوفوك نترك غادي مجيار في المصار الدراسي. ما فيها بس. أنا كتتوجه المسألة خورا. بالنسبة للسؤال الثاني ديال توتيق. هو صراحة المشكلة التي تعيش العيطة. وهي أن التنقل دياله كان تنقل شفاهي. يعني أنه شيخ يألم الشيخ وحده آخر. وهي غادة بحالة وهي ممارسة في يعني لم يكن واحد السيد اللي يكتب العيطة بوحده وكتبها. يعني هي على مر العصور كل واحد يضيف واحد الحاجة في هذه العيطة. لذلك في المشكلة اللي يوقع في غياب توتيق. دينا كنفقدو أجزاء كبيرة من العيطة. وهذا المشكلة لأن بفقدان هذه الأجزاء كانت نفقدو الهوية دينا. لذلك فما أحاول أن أقوم به يعني بروفقة يعني كنفجموعة الباحثين اللي يخدموا على العيطة. يعني مش كنفجموعة يعني كنفجموعة الناس يخدموا على هذه المسألة. فاللي كان حاول نقوم بأنه هو محاضرة على شكل ورشات يعني كان المحاضرة يعني كيكون فيها يعني الحوار على النصوص على الإقاعات. وكيكون يعني الآداء والعزف دينا هذه المقطوعات دينا العيطة. باش الإنسان يقدر يفرق ما بين العيوط كلهم. هذا من جهة كذلك التوتيق النصي يعني والتوتيق اللحني. لأن المشكلة اللي كان في الموسيقى العربية وهي أنها كنت نبني على النص. كنت نبنيو نحن على الشعر بزاف. وكننخليو الموسيقى وكننخليو اللحن. لذلك فالآن أنا كنحاول نخدم على التوتيق اللحني والتوتيق النصي. بينسور أساتيدات الموسيقى اللي كيكتبوا الصولفاج. وبينسور الشيوخ اللي كي مارسوا هذه المسألة لأنه ممال المنبع اللي ممكن تأخذ من عندهم العيوط. ومن خلال كذلك أفلام موتائقية اللي كتقوم بها كتساهم فيها كتكتبها وكتدر لها الإخراج كنظن كذلك. الإعداد. إعداد. إعداد. وشفنا البعض منها على قناة الجزيرة. وكذلك كنمقتطفات على الشانل يوتيوب ديالك لقناة يوتيوب ديالك. ونقترح للمشاهدين يكتشفون مقتطف قصير من فيديو ديال ناسي محدد. هذه فيديو أو حلقة مع خديجة مرقوم. الشيخة خديجة مرقوم من أجمل الأصوات التي كنتظن في المغرب هي الشيخة العيطة العبدية وكتأدي المرساوي والخريب والشيخة متمكنة من أصول فن العيطة وكنت سعيدة أنني طلقت معها وخديت من عندها بزاف ديال القصائد هي ورفقة هي والحمون يلا يرحمها كان أول لقاء معها مع الحمون يلا يرحمها هذو ناس اللي صراحة الشيوخ كانت شاهدة أيضا الشيخ جامل الزرهوني اللي كان في العيطة وكذلك الشيخ حاجيب بجموعة الناس اللي مدوا لي يدلعون وعاونوني باش ناخد من عندهم أنت تلميذ ديالهم وباحث من أسلوط وي لأن ممكن أنك تخدم على التراث غنائي بدون من أنك تتلمد على يد الشيوخ دياله لأن كما تفضلت الأستاذ اللي يعني التراث الشعبي المغربي ما موجود في الكليات ولكن موجود عند هذه الناس إلا نقرأ ميزيكولوجي فين ممكن نقرأ في المغرب ممكن للأسف ما كنينش شعب ميزيكولوجي في المغرب للأسف ما كنينش علم الموسيقى مادنش علم الموسيقى في المغرب عندنا محاولات كنين المحاولات كنين باحث اللي يمتع تشن هذا الفن وبما أن مالقوش في نتق يقرأ يدخلون شعبا من شعب ديال اللغات وهي خصوصا تكون في كليات الأدب وهذا شيء اللي شخصيا شغل على علم الموسيقى وهذا تدر شيء مؤسف جدا ونداء من حلقة معاكم قبل الفطور أنه بلاد نزوين بساف وبلد ثقافات وفيها ثقافات مختلفة ومتشكلة فحرام هي نقطة قوة بالنسبة لنا لأن الناس يعرفون الثقافة ديالنا ونداء أنه يكون لدينا واحدة الجامعة اللي يجب فيها أساسيدا دي ميزيكولوغ الناس اللي مختصين فهد مش فقط غيف علم الموسيقى في جميع العلوم ديال الفنون كنا واحد النقطة أو كلمة في فن العيطة اسمية الهيت أنك تخدم الهيت شو المعنى ديرها الهيت هو واحد الإيقاء المنتشر في الغرب في الغرب ديال المغرب هو كينتامي للعيطة الغربوية هو واحد النمط اللي كيكون الإيقاء دياله سريع واللي فيه مختلف يعني فيه كان القول الحلوفي الكلبي الحدادي يعني مختلف من ناحية الإيقاء وكانوا كي مرسوا مثل الحدادي كانوا كي مرسوا الحدادة فهو الإيقاء هو دك هاو 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 يعني هذا النمط هذا هو اللي كي تسمى لهيت هذا منتشر في الغرب منتشر كذلك في المناطق المجاورة اللي كي يستعمل وعبيدة طرمة بزاف ولكن الأصل دياله من الغرب ومن أجمل الأنماط الغنائية وللأسف قديم هو قديم قديم ومتجدر في التاريخ في التهونين في الأول كي يبدو وحيد التهونين ومن بعد كي يبدو يهيته وكي يبدو يقول نجيبه على سيدي بغابة نجيبه على فلان نجيبه على الشجعان ديال القبيلة يعني كده يمشي هذا الهيت هذا وللأسف وهو أن هذا النمط الغنائي يضيع لأن البنية مبقاش لهيت لأن البنية مفتوحة يعني يقبل الارتيجالية يعني يعني يوجد وحد يجاهد ويجي وعند وحد القابلية أن يرتجل ويبدو يقول في الكلام وخا كي بقى تورات وعند بنيا مفتوحة يعني غريب لواحد درجة يعني كان القالب والهيكل اللحني ولكن النص هو ارتجالي يعني في طريقة غريبة وش هي نفس الكلمة هذي كلمة متداولة في المجتمع وي كان عارف ما نظن مش نفس الكلمة مش نفس مش نفس من النجاس اه الهيتي عارف 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 يعني تدرنا وحد الهيتي تكون تطورات من الغار بدرب درد الموسيقى ديالت تقدى في هاد الهيتي فيها فيها بزاف هاد الايقاعات اللي فيهم كي يخدموا على الهيتي يعني جول يعني غناء جميل يعني والرقصات دياله خاصهم دراسة يعني مستفيدة لأن عندهم حساب غريب يعني بيديهم كدر كل حركة عندها معنا يعني يعني غدين ضرب ربعات يعني ولا خمسة ولا سبعة يعني ذك شي غريب وللأسف هاد نمط كي اشتميش وهذي رسالة أخرى من معاكم بالفطور مرحبا خاص الاهتمام شكون كي استحق تسمية ديال الشيخ أو الشيخة صراحة يعني صعيب أنك يعني شكون كي يعطي هاد اللقب كي يعطي هلك التمكن ديالك من أوصول في العيطة لأنهم ما كي ينش بأن ضبط الأوصول يعني ما شي غير حفظتي العيوط العيطات يعني حفظتي واحد الجوج ولا ثلاثة ديال جبحو خاوي يعني إذا لم يكن عندك مدرسة المشيخة رك ماشي شيخ هذي وحد ثانيا الأوصول في العيطة والطريقة للآداء والطريقة للنطق وكتكون يعني الانتقالات كتتضبطها يعني مجموعة الهياكل والميكانيزمات اللي خص الإنسان توفر فيه بشي تسمى شيخ معنا ما زال الدكتور الفنان الباحث والمحاضر ناسيم حداد حضر معنا هدرنا على الشيخ أو شيخ هدروا على معلم أو معلمة فن القناوة فقرة نساء ونساء كيف قلت أسامة نضيب على تقناوية أوفيمينة لأن مؤخرا وليكن نشوف هذا المجال اللي كان حكر فقط على الدكور ولو يدخلوا لي مجموعة ديالنساء ولكن دائما قلت الشيخ بلا شيخ جمحو خاوي هذي المعلمات تاسي ناسيم وهم دايقين تامي والعائلة ديالتا قناوية ونبدأ أول فرقة ديال المعلمات اللي هي بنات المعلم عبد النبي المكناسي اللي من الأصول المكناسية وليأصص فرقة ديال بنات قناوة وليكن نظن هما من عائلة وحدة وذنك علمهم وربهم على هذي الأصول ديالتا قناوية باش يكون ذك شي يكون أبن عن بنات ويحتفظوا والهدف الرئيسي ديال القضية هي أنهم يحفظوا على ترات ترات القناوية وهو ترات عريق جدا وعندوا واحدة جذور إفريقية ومهم بالنسبة لنا نحن كنساء أيضا أننا نهتم بهذا المجال والفرقة الثانية هي الفرقة ديال بنات تومبوكتو لتأسس سنة 2012 واللي كان أعطى الإسمية لهذا الفرقة هو المعلم راشيد الحمزاوي ومرر هذا اسم العائلة بنته وهي المعلمة أسماء الحمزاوي التي تعتبر من أهم الأسماء في فن التقناوي أو في مينا النسوية وبهذا الطريقة نقدر نقول بأن هي بداية اكتساح ديال مجال ديال الفن القناوي بالنسبة النساء وفي الكواليس كنت ناسي ومقالية بأن القناويات لم يكن فقط في المغرب ومريدون تكلمنا أكثر على هذا القضية كما تفضلت أستاذ الليلة أن التقناوية الأصول من دول إفريقيا الجنوب الصحراء يقولك غانا غانا بلاد السودان تسمى بلاد السودان أو لاتونبوكتو يعني هما مجموعة دول الجنوب الصحراء في العهد المولى إسماعيل هذه القبائل يعني جاو المغرب ولكن كما جاو المغرب جاو الجزائر جاو جونس جاو المصر يعني الشمال إفريقيا جاو ليبيا وعطونا هذا النمط يعني من بعد يعني أنه أخذ اللسان الداريج أعطونا النمط ديال التقناويت وكما يعني تفضلتي بالنسبة يعني هذه المسألة ديال أن النساء ولو كيكتسحوا يعني العالم ديال التقناويت فهنا هذا الدليل لأن التورات الشعبية المغربي وتورات إنساني يعني ماشي عنده علاقة بالرجال أو لابن النساء وتورات إنساني يعني كل واحد يلقرس في هذه التورات فهو يؤدي وأنا سعيد صراحة لأن مثلا سواء لابنة المعلمة بالنبي أو الأسماء الحمزاوي يعني يؤدي والتقناويت بوحدة طريقة جميلة لفة من ناحية الآداء من ناحية العزف من ناحية الصوت فكنت منو أننا نشوف معلمات وحدة أخرين عندهم الموهبة أكيد كنت معلم عبد الله القرد من طنجال البنس دياله غاية في هذا المجال وكين بزا دي المعلمية اللي كي أربيوا البنس ديالهم على هذا الفن الجميل جدا اللي ماشي حكر على الرجال فقط شنو الطرح القناوية اللي يزيز عليك علما أن أنك بديتي في الكنوة أو في الكنوة أنا صراحة يعني كي أعجبني لـ الملاحمد يعني من طرح تريح الملاحمد من أكثر يعني الطرح اللي كي أعجبوني أعجبوني لولاد بامبراء طرح اللولين ديال الدجال ودين نقش الغنوية للذيال ديال البلاد السودان هذه الطرح لي أعجبوني ف강 Beet 裡 وصراحة تغنوية ما زل كان نلقاه ليلة قناوية حقانية بحقاو طريقها نعم يعني فين في الصورة في السلاة في الرباط لأن القناوة يعني اسميته فيها الدبيحة يعني يروى الواحد المسألة وهو أنه تقناويت قناوة كغناء أو لكنامط غنائي فهو اللي جاء من دول جنوب الصحراء هو الأولاد البامبرة والنقشة أما ما تبقى من الغناء يعني مولاي حماد حمو عيشة هذو كلهم غناء داخل للقناوة اللي جاء من جلالة مش داخل للقناوة كيتحسب بقناوة لا هو داخل للقناوة ما قديمش بزاف هو مش في ديالقناوة يعني الأصل دياله هو موجود بقي موجود لحد ديالآن فلاكون في خياري ديالجلالة ولكن الناس ديالقناوة خداوه من عند جلالة كما خداو الناس ديال العيطاء خداو السواكن فقناوة خداو هذو الأنماط الغنائية وخداو اللوان وخداو هذو الليلة وداروها في تاقناوة ولكن في الأصل قناوة مع مرة ما كان فيها ولكن الليلات وديالتاقناوة بطريقة الأصل الأصلة باقين كي دارو وباقين معلمين كبار اللي كينين اللي كي مارسوا تاقناوة والله يجعلنا فيهم البركة كونت من ناوي جيو شباب كشكون شوية ديال الموسيقى جنوية في هذ الفقرة اللي نشوفه دابا ديال الشيف موحة ان فان صنور قد نتسميوها في الوصفة الجديدة ديالو خليكم معنا وقفة وفاصلة ومن بعد نواصل السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دوق وتمتع في هذ الحلقة غادي نصوب لكم غادي نعمر لكم الفلفلة بالكروفيت والرز عادي يعني الرز أرخص مكان في السوق غادي نحتاجو بلاي غاتا نخبطوها الصوص طمات كنطحنوها أو لكنشروها بالسوق ونحتوها في القاعد ديال الغاتا هي اللولى ستسومة亞، قديمه تبا اضاء ملحة قديمه سوف نأخذ قبطيك السموء بالشباب قد استعمال قد منصبش قد منصبش قد منصبش قد منصبش طبيعة الحال في الملحة قد منصبش قد منصب الشباب قمون نضع الكزبور أو المعدنس في الكزين المغربية ومن نسبة للمحبين الحر فلفل حمراء ومطحوناء ثم نضع الكرفيت ثم نضع هذا الخليط يجب أن يتعجن ثم نضع أصف ثم سوف نقسم فلفل ثم نضع الأصف ثم نضع الأصف ثم نضع الخليط ثم نضع البلاي ثم نضع أقلي ثم نضع الفرمج ثم نضع أقلي ثم نضيف الفلفلات نعمر الفلفلات سوف نضيفهم ونضيفهم 5 دقيقة تحت الفران في العافية لأن الفلفلات سوف يكون حلوة وصغير يطيب الكروفيتش على الصهد ويتحمر بهذا الفروماج إذا طبق القراتين جد ودقوا وتمتعوا مرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من دكتور رمضاني واليومي معكم قبل الفطور ما زل معناه الضيف الدكتور والفنان والباحث والمحاضر ناسيم حداد حاضر معنا وكذلك معناه الفنانة ليلى البراق عدين نرجونا عن الضيف دينا تناسيم ونسولك على بعض الأسماء بعض الفنانين ونشاطين رأيي ديلك كلمة عليهم السعب الأزيز السياسي فنان كبير عازف ماهر على آلة الكامان يعني من ومن أكثر الناس اللي يعطاوه في النمط الغرباوي حجيب صديق عازف صديق العائلة وفنان كبير كنظن بأنه خزان ديالتورات العيطة الأخلي دايما بصححته الأخلي بصححته والأخلي العائلة دياله مهدي وولد حجيب أو كيدر العيطة والفن غيره ماشي ولده لا هو ملقب ب ولد حجيب لأنه في فتورات العيطة يعني كل فنان يختار واحد الشيخ يكون معجب به ويقول أنا ولد فلان يعني بحال فاطنا بنت الحسين محمد ولد بارك الخريب يعني هو ماشي بصح بصح ولكن كيتلمد ولد فلان ولد فلان يعني للنامط دياله شكرا على التوضيح السيناسين مرحبا يلسوا ولدك على الحاجة الحمدوية انتمنى لهال طولة العمر دارت واحد المسألة يعني أنها هي الوحيدة اللي خدعت تورات العيطة وعطاته بواحد طريقة جديدة معسرانة وقدرت أنها توصلوا لقاء المستمعين وخم يكونوا شك يبغيوا العيطة ولو كيبغيوا العيطة عن طريق الحاجة الحمدوية ناس الغيوان مدرسة مدرسة ونمط قائم بذاته أعطاه الكثير للمغرب وفخر الصراحة أنه مفخر للمغاربة ما عمرنا نساوه ما عمرهم يحيدوا من البعض مرحوم الحمونية الله يرحمها من بين أجمل العياطات اللي دازوا في تاريخ المغرب عندها طريقة خاصة بها كتغني بالسر وكتغني بالردم وطرق خاصة عندها في الغناء وكتبقى مدرسة متفردة في العيطة فات نابت الحسين الأسد ورمز رمز العيطة كتبقى هي رمز العيطة والأيقونة العيطة وفي الداكرة المغربية وهي أول من الشيخات اللي كانت تتضبط بجول الأنماط العيطية وإلى سول شيك على المفضل أو المفضلة ديالك من بين هذه الأسماء يعني في العيطة وما ماشي كاملين فلايطة ماشي لكي ناس لغيوان ولكن الفنان أو الفنانة المفضلة ديالك في هذه اللائحة غنقول لمرحوم العربي باطمة غنقول لمرحوم العربي باطمة لأنه شخصية يعني أتراتي يعني كإنسان ورشفناك في فيديو الشعار مطلقا بندير وي يعني كنت أتير كنت فان ديال المرحوم العربي باطمة وهو الشخصية أكثر اللي قريبة لي بزيف لأتر فيك أكثر وإنسبيارك أكثر وش ممكن يقولوا أن العيطة إنسبيارات موسيقى جواهدين أخرين مثلا غربية شرقية إفريقية نتكلم على مثلا ناس الغيوان ناس الغيوان فأترت على ناس الغيوان مثلا بيكمشوا الشمس الطالعة أو الشمس الطالعة مثلا اللي كيغنيوا ناس الغيوان فهي موخودة من العيطة كذلك الحلاب كذلك مجموعة أفلاك في بداية تسعينات أخذوا ألباس مزاقون أخذوا من بعد ألباس داروا لغو بخيزية الألباس يعني كنشوفوا الجيل الحالي من الفنانين الحالي اللي تهموا اللوكي كيرجعوا التورات نابلة معان كين هو باوبا سبيريت داروا لغو بخيزية داروا لغو بخيزية الغيوان أنه محد الفنان يدير القطيعة مع الماضي محد لغو بخيزية دي النمط دياله كيكون قصير لأن هذه التورات راه قائدة وهو في حد ذاته يعني راه واحد تراكم دي الممارسات الفنية دي المجموعة دي الناس يعني ممكن يجب واحد اللي باحث في الفيزياء النووي يجي يقولك أنا ندير نظرية بوحدي ونحيض نظرية القدام ممكن كنت انسبيرا من لاباز كين قبل كذلك الفن يعني القائدة احنا دينا واحد القائدة غنية في المغرب لذلك فالناس اللي يخدموه القائدة ديالهم هي تورات بحال الناس الغيوان كانت أغنية جيلية وخذت القائدة ديالها هي تورات فهي ستبقى عايشة دائما في قلوب المغربة وفي الداكرة ونقوم نسمعوها دائما وما فكرتش أنك مثلا بحكم أنك باحث متعمق في هذا المجال تورات الشعبي ما فكرتش أنك تجمع هذا الرواد اللي باقي بالحياة وتجيب ناس اللي يدرون لغبخيز الأغاني للناس قدم وتدرش مثلا ملحمة فنية شعبية علما أنه أصدقاء أصدقاء كنشوفه بزاق الملاحيم والشماعة مجموعة فنانية في مجالات مختلفة وفي مجالات مختلفة لماذا لا نرى ملحمة مغربية شعبية تجمع هذه التورات كاملة منه جلالة وعساوة والقناوة والعيطة لماذا؟ هذا سيكون رائع صراحة كان الفكرة ومشي غي فكرة كان تطبيق ديالها لأنه في ديبيو ديال المواجوة إن شاء الله كان واحد صارت اسمي تغمداب العيطة اسمي تغمداب العيطة اسمي تغمداب العيطة سنستقبل بجموعة من رواد ديال المواجوة ونقدمه صهرة مشتركة لأنه سنرى في ديوهات حصرية ونقدمه فيها أرماط مختلفة ديال الأيطة في الأول ديال شهر ستا في الويجوان إن شاء الله في الويجوان ما يكون؟ سيكون الشيخ جامل الزرهوني سيكون الشيخ محمد ويلد بارك الخريبقي سيكون الشيخ أدونا سيكون الشيخ عبد الدايم نايدة سنقدمهم جموعة ديال الأرماط 8 جوان في الفيلا ديال الزره مرحبا بكم نحن نكون إن شاء الله مرحبا بكم سنقدمه في هذه السهرة اللي سنقدمه فيها الفكرة اللي كنتي ونتمنى أن إن شاء الله إن شاء الله لأننا ستكون بحث كريم التورات الشعبي وأريد أن أسألك آخر سؤال بالنسبة لي ما محل التورات الشيغوري في الموسيقى المغربية الشعبية ونقدر نعتبره تورات شعبي أو تورات اللي جاء من كان عفو تاريخ ديال الأندلوس لأن تورات جاء بحل وبحل النوبات الأندلوسية جاء وصافر كانوا ليسي فغاد هم اللي كانوا دخلوا بها من بعد ما جروا عليهم الكاتوليك في الإسبان شنا هو المحل ديالو بحكم أنه الناس ما كانش عرس مغربي اللي ما كان غنيوش فيه تورات شعبي وأكيد هو تورات مغربي جميل ومن وأنا اللي كان بغين نتكلم عليه هو أنني كنشوفه مثلا في البرامج ديال الشباب اللي كيؤديوا فكتلقى المدريبين كيسمع ديالك النبرة ديال الشعبي تقول كده مغربي واللاشة القادية في الأندلوسي وفي واحدة جمالية كبيرة والتورات اليهودي أونجنغال هو حاضر في النفحات في العيطاك في تورات شعبي أونجنغال ومجموعة الأغاني اللي كان غنيوهم يعني قفطان كمحلولة الضربية الشبانية ومجموعة الأغاني اللي كانت ترددهم دائما وهما للأصل ديالهم يهودي يعني من العمق يعني اليهودي مغريبي مغريبي يعني فال أنا كنظن بأنه المغريب الجمالية ديال المغريب تنوع ديال التقافات دياله سواء الأفريقية سواء العربية الإسلامية الأمازيغية اليهودية الأندلوسية هالتنوع الكبير يعطاني واحد الكنز ديال التورات وصراحة يستحق التورات أننا نكون فخورين بيهودي والش اللي يعاوننا أننا نزيده نغنيه ونعاونه للفنانين والمجال أننا نقدر نصدروه ويوصل أكثر فأكثر الأغانية المغربية بجميع الأنماط والألوان دياله توصل للعالمية في انتدار هذا الشيء كامل نحن نمشي ومشي العالمية المرنا عكشو صولنا عفوان واحد سؤال على اليوم في نظركم علش المراكشيين مشغورين بالفكاة اسمه الأجوي ممكن تقولي علش المراكشيين معروفين بالفكاة مراكشيين معروفين بالفكاة على الجو اللي عندهم الجو صخيخة مرش المرشم المراكشيين ومراكشيين عندهم ديك الجو مزيان ومزمان هم معرفين بالفكاة ومنع شاط وطعر مراكشيين ومدين على الفكاة وش واش اقولي هذا الذينوتون هكوي من عند الله لدي هنا أ ninguém تحتوي avec معمد الله هذا ما سأفعلك وجب بيذيه هكوي المهورين وما سأفعلهم الوجود هل تعرفون هذا الدماء يожدون انذاب مين ه esc sold شمشين مجاهدين في الفوكا تعطاهم عربك يما قال لك زيادوا خلاق وشبارك الله عليهم وشبارك الله عليك شانشي ورامدان مبارك مركشين مشارعين في الفوكا حيش أصلاً ديك الطابع عمدينهم حلو زوان وشمشيني ومتل ادرا ديانهم بحالك كمبدل على اللاجه ديال باقي الموندون ليف المغرب لأخليهم دائماً ناشطين ودائماً مبتاجين ودائماً مبتاسبين وتبارك الله عليهم وبطابعة الحال كلك يعرف بالقوة ونحسل فوكايد المركشين المركشية ليبيتي بيتو والسيد بدأ بالموسيقى في حمشية والحلقة ومن بعد قلبها بالتواجن والتنجية وصلنا لنهاية الحلقة شكراً مزيف نسي منك تي معنا كلمة آخيرة كامرين توجه بشكر للبرنامج الميديا تغيي البرنامج معكم قبل فتور لك سيوسا مع الأستاذ الليلة نتمنى فتور شهي لكل المشاهدين وإن شاء الله رمضان مبارك وشكراً للأستاذة الكريمة تبارك الله على سيناسيم اللي هو باحث ومهندس في الفيزياء النووية وشارك في بروجي كبير عالمي دي المشروع أطلس من اللي مع سويسرا مركز الأبحاث النووية تبارك الله عليك نتمنىك تواصل في هذا المجال وتواصل في المجال دي التوتيق دي الفنون العيطة والبحث في التورات وصلنا إلى نهاية الحلقة شكراً لك ليلة تلقوا غدا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله من هنا لغدا إن شاء الله إن شاء الله وبزيف بزيف فرزكم وبينتنا معكم في بالفتور اشتركوا في القناة